أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شكره وتقديره لليابان على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وعلى المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروع جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا وأكد أبو الغيط حرص جامعة الدول العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع توكيو إلى أفاق أرحب خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009